السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحلى أخوات في العالم شرح اليوم هو طريقة الخروج من كافة جروبات فيسبوك ضفعة واحدة زي ما حضرتك عارف بتلاقي نفسك في جروبات كتير فما بتبقاش قادر تخرج بشكل يدوي شرح اليوم إن شاء الله هتستفيد منه قبل ما نبدأ في الشرح أتمنى إن حضرتك تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس علشان يوصل لحضرتك كل جديد وخلونا نشوف الطريقة خطوة بخطوة أول حاجة هنفتح المتصفح بتاعنا زي ما حضرتك شايف كده طبعا بنسجل دخولنا على الفيسبوك يعني هفتح الفيسبوك وبعدين هنفتح المتصفح هندغط على الثلاث نقاط وبعدين هنروح على الإعدادات بتاعة المتصفح وهنعرف ليه دلوقتي هننزل تحت هلليها حاجة اسمها الإضافات أو الاكستنشن وبعدين هنروح نفتح الثلاث نقاط هنا من فوق وبعدين هنفتح المتجر بتاع الاكستنشن علشان هنضيف الاكستنشن ديت أو الإضافة هي اللي هتحزف لنا أو هتخرجنا من كافة الجروبات طيب إحنا كده هنفتح المتجر بمجرد إن إحنا هنفتح المتجر هنبتدي نكتب الكلمة دي هنبحث هنا في البحث عن الكلمة دي جروب اسقنر وهنعمل انتر بمجرد إن إحنا هنعمل انتر هتظهر معانا الإضافة دي طبعا أنا منتظر بس لأن التحميل عندي بطيء شوية دي شكل الإضافة زي ما حضرتك شايف هنضغط على الإضافة وبعد ما بنضغط على الإضافة هنضغط على طبعا الإضافة دي بتنزل على هعمل وبمجرد إن إنا بعمل الإضافة بتبتدي تتنصب معايا أو بتتسطب معايا هنشوف دلوقتي مع حضرتكم طيب الإضافة زي ما حضرتك شايف كده ظهرت معانا هي طيب هنضغط على المستطيل اللي من فوق هنا علشان نسبت الإضافة معانا في المتصفح كده بالفعل اتسبتت معانا طيب إحنا زي ما وضحنا إحنا فاتحين حسابنا على الفيسبوك هضغط على أبروف حيبتدي يجمع لي أو حسابي حسابي بطبيعة الحال مفتوح هبتدي أضغط هنا على التولز أو الإعدادات هنروح على تالت خيار اللي هو اسمه جروب سقنر هضغط عليها وهننتظر ثواني وهيجب لنا كل الجروبات اللي إحنا مشتركين فيها وده اللي هنشوفه دلوقتي مع حضرتكم زي ما حضرتك شايف كده هو جاب لي كل الجروبات اللي أنا عامل انضمام أو اللي أنا مشترك فيها أو اللي أنا داخل فيها طيب هنا جاب لي عشر صفح هضغط عليها وخليها مية بالشكل ده كده أنا حددت ميت جروب هعمل تحديد على الكل طبعا بيسيب لي الجروبات اللي أنا فيها أدمن اهو زي ما حضرتك شايف أنا هنا أدمن محددهاش يعني معلمش عليها هنا الجروبات اللي أنا مشترك فيها هبتدي بعد ما حددت على المية هعمل ليف وبعدين هأكد أيوة هقوله هنا خرجني من الجروبات دي وفي ثواني هيتم خروجي من كافة الجروبات بنقرة واحدة وده اللي هنشوفه دلوقتي مع حضرتكم هنا بدأ يجمع معانا أو بيحمل معانا اللي رسم عليه رسمة الإيد ديت هو خرجني بالفعل لو ظهر لحضرتك علامة الإكس كده الجروب ده ما عملناش خروج منه لأن الجروب ده ممكن يكون أصلا مقفول أو الأدمن بتاع الجروب الحساب بتاعه مقفول أو متعطل يعني بطبيعة الحال ممكن حسابك أو الأدمن صاحب الجروب ده حسابه يتعطل لأي سبب من الأسباب فلو لقينا هنا جنب الإشارة هنا علامة إكس إذن لسه أنا ما خرجتش من الجروب إنما كل الإشارات اللي عليها رمز الإيد ديت يبقى أنا خرجت من الجروب ده وزي ما حضرتك شايف كده إحنا بالفعل حددنا الجروبات ولحد دلوقتي ما جاليش علامة الإكس أو إشارة الإكس من الجروبات اللي أنا حددته وزي ما حضرتك شايف دلوقتي هو خرجني من كل الجروبات اللي أنا حددته له وبكده يكون انتهى شرح اليوم أتمنى أن أكون أفدت حضرتك ولو بمعلومة ولو استفدنا بمعلومة ياريت ندعم الفيديو تبلايك اشترك في القناة علشان يوصل لحضرتك كل جديد شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته